أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة استعمال أسلحة أو نماذج أو هياك المحاكية أو مشابهة لأشكال الأسلحة لتهديد الغير وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 57 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطيرة يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم سلاحا أو نماذج أو هياك المحاكية أو مشابهة لأشكال الأسلحة أو المتفجرات لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفا مشددا التهديد بالسلاح الناري ترجمة نانسي قنقر